كثفت أمانة المنطقة الشرقية الجولات الرقابية في منطقة القطيف على المنشآت الغذائية ومنشآت الصحة العامة وذلك لتأكد من الالتزام بالاشتراطات والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا الحاملات التي قامت بها الأمانة بالتعاون مع وزارة التجارة والشرطة أسفرت عن تنفيذ 53 جولة الرقابية جرى خلالها زيارة 477 منشآت وإغلاق 13 منشآت مخالفة مع تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين نتابع هذه الجولات من القطيف مع الزميل عبد الرحمن العصيم إذن الإجراءات الاحترازية مطبقة بحذافيرها في القطيف من أجل منع تكرار ما حدث في بداية الجائحة وانتشار الإصابات في هذه المحافظة بكل تأكيد محمد جهود كبيرة ومتوزعة ومتنوعة على كافة محافظات المنطقة الشرقية التي تعتبر من أكبر المناطق مساحة في السعودية لعل زميلي محمد يأخذ بعض اللقطات نحن في أحد المجمعات التجارية كما نشاهد لا يدخل أي متسوق أو متسوق إلى المجمع إلا بعد التأكد من وجود تطبيق توكنه وتفعيله وأيضا أخذ درجة الحرارة وأيضا وجود المعقم على الطاولة وعند المدخل أيضا هناك فرق تابعة لأمانة أمانة المنطقة الشرقية ملفت للانتباه محمد أن هذه الفرق لأول مرة يكون برفقتها سيدات سعوديات من الأمانة وهنا مراقبات صحيات طبعا المراقبات هناك أكثر من دور يقمنا به من خلال هذه الفرق وهو رصد المخالفات وأيضا رفع تقرير يومي للأمانة في نهاية اليوم عن عدد المخالفات ونوعية المخالفات أيضا هناك دور آخر يقمنا به هؤلاء السيدات وهو توعية وتثقيف العاملين وأصحاب المنشآت وأيضا المتسوقين طبعا في القطيف هناك عشرات المراقبين الذين يعملون بشكل يومي حتى ساعات المساء المتأخرة هناك أيضا مراقبين صحيين برفقة هؤلاء الفرق وأيضا هناك توعية المتسوقين كما نشاهد والتأكد من ارتداء الكمامات إذا ما تحدثنا بلغة الأرقام محمد بلدية القطيف يوم أمس وخلال الأيام الماضية أغلقت أكثر من 129 منشآة غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية ضمن جولاتها الرقبية المكثفة أيضا بلغ عدد الزيارات التفتيشية حوالي 422 زيارة منذ أن وجه أمير المنطقة الشرقية بتكثيف الإجراءات تحسبا لأي موجة ثانية لفيروس كورونا أيضا هناك مركز للبلاغات وهو 940 هذا الرقب المجاني تلقى في محاوظة القطيف فقط خلال الأيام الماضية 54 بلاغ تم معالجتها بنسبة 100 في المئة فيما يتعلق بالمنطقة بشكل عام محمد الجولات الرقبية بلغت 1529 جولة رقبية وأكثر من 269 جولة مشتركة طبعا ما بين وزارة الصحة وزارة التجارة الأمانة وأيضا قطاعات حكومية وجهات حكومية ذات صلة فيما يتعلق بمواجهة جائحة كورونا أيضا هناك البلديات المتنوعة سواء في الدمام في الخبر وأيضا في حفر الباطن والخفج وغيرها من المحافظات يعني جهود متنوعة والتأكد أيضا كما نشاهد الآن هذا محل للمكياج والعطور النسائية أيضا التأكد من الإجراءات الصحية وأنه لم يتم استعمال هذه المساحيق التجميلية أو أنها جديدة وإيضا أن كل شخص يكون موجود لا بد من التأكد من حمله لتطبيق توكنه كما كنا نتابع معك في هذه الجولة إذن هذه جولة من أحد المحال في محافظة القطيف ومتابعة للإجراءات الاحترازية مع الزميل عبد الرحمن العصيمي شكرا جزيلا لك عبد الرحمن شكرا جزيلا لك